وزيرة شؤون المرأة إلى محافظة جنين تأتي ضمن برنامج حكومي مكثف للاطلاع عن قرب على أحوال المواطنين والتخفيف بكل الوسائل من حدة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة عدوان الاحتلال المستمر على كل شبر من أرض الوطن قضايا النساء هي قضايا محورية تعزيز وضعها هو تعزيز لصمود أهلنا وأيضا نحن كوزارة شؤون المرأة من خلال البرامج التي نعمل على دعم نسائنا من خلالها سواء كانت مشاريع اقتصادية نأمل أن نخفف هذه المعاناة وأيضا لإيجاد حلول لبعض القضايا المتعلقة بأعمال النساء كيف يمكن أن يكون لبرامجهم ومشاريعهم سبل النجاح في هذا الخصوص وكانت أولى محطات الجولة اجتماع موسع مع المؤسسات النسوية في المحافظة بحضور محافظة جنين طرحت خلاله عدة مسائل للنقاش للخروج بصيغة موحدة تصب في صالح تعافي المرأة من معاناتها المستمرة بفعل إجراءات وانتهاكات الاحتلال استقبلنا الوزير بفارغ الصبر لأن هذه الزيارة مهمة جدا أنها تكون للنساء خاصة في مخيم جنين حقيقة أن الظروف الصعبة اللي بعيشوها النساء اللاجئات واللي ما زالت هي مستمرة ما زالت الانتهاكات الإسرائيل اللي بتمس حياة المواطن الفلسطيني وخاصة النساء اليوم بتشكل خطورة وإحنا من الوزيري لما اليوم بتزور مخيم جنين إلىها معنى كبير إحنا كنساء نشوف امرأة في موقع صناعة القرار معناته إحنا اليوم نقدر نحمل كل الأشياء اللي جواتنا واللي كده نوديها برسالة حقيقية مع معالي الوزيري كما توجهت وزيرة شؤون المرأة إلى مقبرة شهداء مخيم جنين حيث قرأت الفاتحة على أرواح الشهداء قبل أن تلتقي بأعضاء لجنة خدمات المخيم والمؤسسات النسوية فيه والتعرف على حجم الظلم الواقع على مخيم جنين وحجم المأساة التي تكابدها نساء المخيم جولة وزيرة شؤون المرأة إلى محافظة جنين تأتي ضمن حرصها الكبير على تعافي المرأة الجنينية من آفات الاحتلال وتابعاتها فبتعافي المرأة يتعافى المجتمع محمود ساموري تلفزيون فلسطين من مخيم جنين